قال وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام صفيان صلواتشي إنه من المتوقع أن يرتفع الانتاج الوطني من السمك إلى 116 ألف طن بنهاية العام الجري 2022 أي بزيادة 19% مقارنة ب2021 وكشف صلواتشي أن المساعي تتواصل لتعزيز قدرات الأسطول الوطنية البحري وتنمية مشاريع تربية المائيات البحرية من هو القرية بالإضافة كذلك إلى تطوير الصيد في أعالي البحار من زيادة مساهمة قطاع الصيد البحري في تحقيق الأمن الغذائي